ملف إنشائي ضخم جداً يعني الحقيقة التجمع طبعاً هل أكرتلي أنه هو على فبراير إن شاء الله على فبراير هيكون إن شاء الله تم افتتاح المرحلة الأولى محلولة هي بقى المبنى الاجتماعي ملاعب كورة سلة وطيعة ويد كل ده في المرحلة الأولى مناطق خدمية ومنطقة جلوس أعضاء عن حاج أكاديمية كرة قدم هتتعملوا ملاعب خماسية وفي أسوار وبوابات ومنافس بي هيبقى فيه قومات إن شاء الله هيبقى حاجة مبهرة شوف التجمع تحدي لوحده لأنه أنا في تصوري أنتوا كمجلس إدارة بدأتوا العمل باستلام الأرض وكان فيها مشكلة من المجلس السابق كان مجلس الإدارة السابق اشترى الأرض بس كانت في منطقة فيها حفر أم بمجهود يشكر عليه طبعاً يعني كل أولى بناء النادي الأهل بيحاولوا أن هم يكتهدوا لكن أنا استضمنا وقتها بس بحطة الحاجات التي تجرفت تكلف مبالغ طائلة عشان فقدرتوا في بداية عمل المجلس تنقلوا الأرض الأرض مجورة الأرض مجورة في مكان متميز الحمد لله برضو بنفس المساعة وإذا ما حكب برضو إيمان المجلس بتاعنا بحاجة هو أنت في ناية زي ما بنقول مثلاً عضوات فيه العضوات العملة اللي هي على مستوى النادي كله وفيه أدوية فرع اللي هي أدوية الشيخ زايد وأدوية فرع إذا القاهرة جديدة أو ما يستجد من فروا فيه جزئية في الحطة دي أولاً إحنا في اللايحة بتاعتنا بنطيح للأضوة النادي عضو الفرع إنه خلال أربع سنين يستكمل استكمل العضوية استكمل العضوية الرئيسية كلها بالسعر اللي هو اشترك بوقت ما اشترك كان موجود بتاع العضوية الكاملة يعني يعني هو السعر الأقل يعني عشان نشرحها للناس اللي رغبة في العضوية دلوقت العضوية العاملة الكاملة كام 750 ألف 750 ألف لو فيه واحد عايز يعمل عضوية التجمع التجمع حالياً كام التجمع حالياً 350 ألف فاللي بيعمل عضوية يا جماعة 350 ألف طبعاً فيه نظام تقسيط وتيسيرات للمتقدمين لكن بيحتفظ بحقه خلال أربع سنين جايين إنه يقدر يحولها من عضوية فرع لعضوية عاملة كاملة حيبقى ملتزم بدفع الفرق ما بين 350 وال750 حتى لو 750 بعد أربع سنين بقت رقم كبير بس هو عنده فرصة إنه بيحتفظ بالسعر بتاع وقته وحقيقة موجود عندنا الكلام ده يعني في خلال الفترات اللي فاتوا في ناس يعني فيه أخ وأعضاء اشتركوا في أضوية فرع كان مؤتها العضوية العاملة كان 25 ألف جنيه مثلا يعني يعني من كم سنة حصل الكلام ده واستفادوا الميزة دي على مدارة بحثنا وبالتالي فيه كل فترة بيستفيد بالميزة الموجودة ربط حقه إحنا إيماننا بقى تاني أولاً عضوية الشيخ زايد ده برضو بتدي توضيح لنا كلنا إن الحمد لله الرضا عن خدمات النادي بتخلي العضو الفرع إنه هو إذا كان في إمكانه استكمال العضوية بيعملها يعني عندك حول 3500 عضوية في الشيخ زايد تم استكمله استكمله بعضوية في النادي كله الحاجة التانية عندك إيمان مجلس الإضارة في النهاية احنا ما بنقولش ده فرع كذا احنا نقول أهل مدية نصر أهل الجزيرة أهل الشيخ زايد أهل القاهرة الجديدة كلهم أهل وفي نفس الوقت برضو ظاهرة ما كانتشف تحدث قبل كده إن احنا اجتماعات مجلس الإضارة بنعمل اجتماعات مجلس إضارة في الشيخ زايد بنعمل اجتماعات مجلس إضارة في مدية نصر فيعني المقرق له قيمة معينة كلنا كأهلوية بنبقى مركزين ليظل الجزيرة هو المقر التاريخي للنادي الأهلي بكل تاريخ النادي الأهلي إنما هذا مش معنى أنه فيه خدمات بتخدم في الجزيرة عن غيره إطلاقا ولا اعتراب بالمجلس إن بقيت لا كل فرع من فروع النادي الأهلي له القيمة والمكانة اللي بيستحقق أعضاء الجماعي شوف الأهلي بيلعب عمل جماعي فإذا كان بيلعب عمل جماعي على مستوى الأعضاء مش هيفرق بين ولاده من المقرات